السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد انتخابات مقاطعة باين انتهت وتقريبا ما كان فيه مفاجآت يعني نتائج الانتخابات جاءت مطابقة تقريبا لاستطلعات الرأي السابقة اللي كنا عم نحكي عنها حزب الـ CSU كما هو متوقع تراجع الى 37% من الاصوات وتاني اقوى حزب هو حزب الخضر يلي وصل تقريبا ل 17-18% من الاصوات كما هو متوقع كمان كان الفخاية فيلا كمان جاءبوا تقريبا اداشوا شوي الحزب الرابح هو حزب الـ AFD اللي ضل تقريبا عند مستوى 10.2% من الاصوات والحزب الخامس تراجع له الحزب الالماني العريق الـ SPD الى تقريبا 9.5% لم يصل حتى الى 10% من الاصوات هاي تعتبر كارثة انتخابية بحق هيك حزب عريق وكبير في المانيا مثل الحزب الـ SPD وحزب الـ Link كمان ما دخلوا البرلمان لم يتخطوا حاجز الـ 5% اخذنا هاي الفكرة في الكورس السياسي اللي اخذنا اسلت فحص الجنسية الالمانية حزب الـ FDP نجح في اللحظة الاخيرة في الدخول البرلمان وتخطى حاجز الـ 5% وتقريبا جاب 5.1% من الاصوات هاي النتائج الاولية للانتخابات الغير نهائية رسمية تقريبا يتم لسه فرز بعض الاصوات هاي نتائج الانتخابات من حيث الارقام عمليا هذا يعني انه CSU حزب خاسر في الانتخابات حزب الخضر حزب فائز لانه ضاعف عدد مقاعده في البرلمان المقاطعة بايان يعني في اللنتاك وحزب الـ AFD نجح في دخول اللنتاك كما للمرة الاولى في تاريخه في مقاطعة بايان دخل البرلمان وراح يكون عنده برلمانيين يعني في هاي المقاطعة وحزب الـ SPD تراجع بشكل كبير هذا يعني انه حزب السيسو فقد الاغلبية في مقاطعة بايان وما رح يقدر يشكل الحكومة بنفسه الحزب وانما سيحتاج الى تحالف مع احزاب اخرى التحالف هو قد يكون يعني مستبعد جدا يكون مع حزب الخضر لانه في دائما فروقات اه يعني سياسية بين الحزبين حزب الخضر هو حزب يساري لحد بعيد بينما حزب الـ CSU هو حزب محافظ في المانيا وبمستبعد يتحالفوها الحزبين يتشكيل حكومة الاحزاب الثانية التي قد تكون يعني مؤهلة لتشكيل التحالف مع حزب الـ CSU قد يكون حزب الـ SPD وان كان اعضاء حزب الـ SPD دائما عبيرفضوا هالموضوع عبيرفضوا انه التحالف حتى في الحكومة المركزية ضرن عبر السنوات السابقة وهو كان سبب تقزيم الى هذا الحزب الى حجم صغير جدا علما انه حزب عريخ جدا يعني يوما ما حكم يعني عن طريقه شخص متل هلموت شميت وقاها تشغيدا يعني الآن صار حزب صغير تقريبا يعني خامس اكبر حزب في مقاطعة بايان يعني خامس حزب في ترتيب عدد الاصوات يعني صار كتير حزب صغير يعني فوقه في اربع احزاب تانية يعني ومفوضوا يكون تاني اكبر حزب على الاقل في المانيا فهي نتائج الانتخابات الـ AfD طبعا ما رح يتحالفوا معه يعني ما رح يدخلوا الحكومة حكومة المقاطعة في مقاطعة بايان مستبعد جدا هذا الشي يصير وبالتالي حزب السي اس وقد يتحالف مع الفخايف فيلا كمان هذا الحزب او مع الـ FDP كمان بشكل هاي لا يشكلوا يعني الاقل اغلبية مقبولة يقدروا من خلاله يحكموا مقاطعة بايان وكما هو متوقع قواعد الحزب يعني وحتى رؤساء سابقين الحزب مثل ايدمونش طايبة كمان شخص كتير يعني شهير هو في هذا الحزب وذو تاريخ حريق فيه عبي طالب طبعا السيد زيهوفا رئيس الحزب الاستقالي من رئاسة الحزب يعني وافساح المجال لشخص جديد لقيادة الحزب إلى نتائج أفضل من هاي النتائج على الاغلب الوزير الداخلية رح يحافظ على يعني مقعده او على منصبه في الحكومة المركزية كوزير للداخلية ولكن سيكون الى حد ما وزير ضعيف لانه هو خاسر للانتخابات في بايان واذا تم ازاحته ايضا من رئاسة الحزب يعني ما رح يكون عنده وزن سياسي سقيل في الحكومة المركزية لو نقرأ شوي هيك الانتخابات من وجهة نظر اخرى اللي قد تهم يعني جمهور هاي القناة اللي هو انه كان كتير الحديث قائم عن فكرة انه حزب السي اس او عبي تشدد في سياسة حزبه انه قربت الانتخابات خاصة يعني ضد موضوع اللاجئين والتشدد حول سياسة اللجوء في ألمانيا وخاصة في مقاطعة بايان في الاشهر الماضية اللي سبقت الانتخابات وكل الناس عبي تقول انه هذا سببه يعني موجة اللاجئين الكبير الاجد في السنوات الاخيرة لألمانيا والسي اس او كان عبي يحاول يعني يظهر بطريقة انه هو كمان متشدد الى حد ما ضد هاي الفكرة وانه هذا هو السبب في صعود حزب الاف تي ولكن النتائج اذا منشوفه انه التاني اكبر حزب هلا صار في مقاطعة بايان هو حزب الخضر وهو حزب يساري جدا يعني وحزب يعني جدا متسامح مع فكرة اللجوء لألمانيا ومساعدة الناس والبشر يعني من دول اخرى وبالتالي هذا الكلام ليس صحيح بالمية يعني وانما قد يكون يعني نتائج خسارة هذا الحزب يعني الانتخابات بهي الشكل يعني او تراجعه الى حد كبير هو التخبط اللي كان قائم في السياسة يعني سياسة هذا الحزب في الاشهر الماضية قبل الانتخابات وبالتالي صعود حزب الخضر دليل على انه مقاطعة بايان ليست مقاطعة متشددة ضد اللاجئين يعني بدليل انه جابه تقريبا 19% من الاصوات وهنن كمان اكبر حزب في مدينة منشن نفسه اذا المدينة منشن يعني نفسه اكبر حزب جاب فيه عدد من الاصوات والمقاعد هو حزب الخضر نفسه فهذا يعني انه الشعب الالماني في مقاطعة بايان ليس شعب متشدد ضد اللاجئين بشكل عام او سياسة اللجوء الى المانيا وانما قد تكون يعني التخبط السياسي اللي كان حاصل في هذا الحزب في السنوات الماضية الاشهر الماضية قبل الانتخابات هو السبب في تراجع هذا الحزب الى حد كبير يعني الاحزاب هلا رح تاخد وقته لتشكيل الحكومة رح يتم يعني هلا اجراء مفاوضات بين الاحزاب يتفوق على النقاط الرئيسية للحكم وبعدها بيتم طبعا تشكيل الحكومة في مقاطعة بايان رح نشوف الايام القادمة او الاسابيع او الاشهر القادمة امتى رح يشكل الحكومة وبس كصارت قائمة الحكومة رح نشوف اي تحالفات هي اللي رح تحكم في مقاطعة بايان هات كان كدش الى فيديو اليوم عطيتكم هيك شرح بسيط عن نتائج الانتخابات ايضا مشان نعرف الامور كيف ماشي ولوين رايحها في مقاطعة بايان خاصة للناس الساكنين في مقاطعة بايان بتهمن هالامور كتير تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته